ندي لكم هذا الفيديو اللي راح يكون في التاريخ بصح خفيف تاريخ خفيف ماشي عاميق باش نفهمه واحد الجانب النفسي والسوسيولوجي للدول وسبب تقهقوريها نعطو مثال على فرنسا والمغرب الاقصى فرنسا اسستها او اسسها قبائل جرمانية الكاروبانجين ولميروبانجين هذ القبائل جوا من جرمانيا جوا من بلجيكا والمانيا ونمسا وغيرها يعني جوا من وسط اوروبا نزحوا الى فرنسا اللي كانت صفر كانت بلد الغال هدية كانوا بدائيين بارابور للاخرين حتى هذ القبائل الجرمانية كانوا بدائيين شوية بالصح لابروف يعني كأسوا ملكية وحكموا في فرنسا معتها كانوا منطورين عليهم وكانوا ديبايا كانوا يعني وثنيين انهم بعد اعتناقوا النصرانية جبرا تاريخ ميد كورش هادشي هادا جبرا بعدوا لكلوفيز روادي دي فرون كلوفيز جبرا يعني بالقوة في وقت جلسي زاروا منه وبالتالي انخارطوا في النصرانية وحكمت حكمه وليكاروفانجيان وليميروفانجيان وهما ماشي ولاد الارض هذيك ماشي ولاد فرنسا يعني عائلة ملاكية اسست دولة فرنسا من المانيا فوقعت هذ الحكم تاع الفرنسيين اللي اصلاهم المانيين اللي اعطوهم ايضا السلت ولكن هما في الحقيقة الجرمان السلت صحيح ما كاش اختلاف كبير ولكن كان اختلاف ماشي كيف كيف اذا القوة تاع فرنسا توصلت كي حكموها لزيطرونجي غير الفرنسيين غير الغاليين لقلوار فمثلا لقلوار تاع فرنسا قمت القوة تاع فرنسا في وقت نابوليون نابوليون عائلة ايطالية نابوليون ايطالي وحتى حفيدوا نابوليون الثالث اللي شكل هدية تحالفات مع العرب مننا هذا كان حفيد نابوليون وإيطالي فرنسيين يعني لأنهم سيطروا على فرنسا فأصبحوا فرنسيين وليس لأن اصولهم فرنسية ففرنسا من هذا الوقت من غياب عائلة نابوليون وبدوا يحكموها لمهاب التحهم ففرنسا في نزول مستمر واليوم فرنسا مع داشة تلك القيمة الدولية لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا أي شيء لماذا؟ لأنه لأسوا فرنسا الحقيقيين اختفوا مش قضية عرب ولا أفارقة ولا لا 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 ما متخليها لهم لهاد الفرنسيين هدوما فما بقاوش هدوك لهادات سرية مع أكو على باكم منظمات سرية ودولة العميقة تعمريكا وكايان ومنها ومنها سنون بيرده وفتانيك أيضا بلستهم في الفيتو يعني ما إنحي دار لو لا الرأس النواوي وقوة الردع ومنها ما يبقى عوالو في فرنسا وأيضا المغرب الأقصى نفس الشيء تماما قبائل بربرية من الجزائر نزحت وشكلت كل دول المغرب الأقصى من وقت نوميديا من وقت يوبا الثاني الذي أسسها فولوبيليس وليلي وفي وقت ما قبل ذلك قبل يعني في وقت سيفاكس ليأسس طنجا وحكم المغرب الأقصى من المغرب الأوسط من نوميديا ذاك الوقت لأنه ما كانت حتى حضارة في المغرب الأقصى سفرت الضوما كانت شتعل تما كي كانت نوميديا وروما وقرطاجا يتقتلوا في بعضهم والتحالفات من نابنتهم لمروك ذاك الوقت كانت خارج التاريخ اللي أدخل لها التاريخ يعني نوميديا والقبائل البربارية وتواصل هذا الأمر حتى في عهد الإسلام وبالتالي المغرب الأقصى اللي تداولت عليه القبائل العربية والبربارية الأمازيغية الجزائرية سواء يعني السعديين العرب هذا ما اليوم يسميه من العلوين العرب ولا المارينيين اللي هما جزائريين والموحدين اللي هما جزائريين وأيضا المغرويين اللي هما جزائريين مكنسي اللي هما جزائريين يعني من المغرب الأوسط يعني صنهاج أوزنها وزناتا وكتامة كلهم جزائريين نزحوا إلى المغرب الأقصى وشكلوا دولا هناك هاد الأمور هاد الدول وهاد الجزائريين اللي كانوا حاكمين هادوك يعني البربر الحقيقيين ما شير اللي رام الناس تبدلوا نهائيا لشكل الدول ولشكل القوات ولشكل الثقافات ولشكل يعني بناء الدول أسسوا الدول في المغرب الأقصى جزائرين أسسوا دول في المغرب الأقصى وداروا بلاد تحهم هذا ختفوا وخلاوا الحكم للناس اللي كانوا لي قاعدوا لتمة لأنه العرق القوي الذكي اللي بناء الدول اختفى أو انضاثر ما ولا شي قدموا لتم بقاوا في الجزائر والجرمانيين قاعدوا في ألمانيا وقاعدوا في لوتريش وقاعدوا في الدول الجرمانية خلوها الدول هذه وحدها هناك تشوفوا قدامكم المستوى المنحط جدا في المغرب الأقصى في إفريقيا وفي العالم الإسلامي وفي فرنسا في العالم الغربي في تراجع مستمر والمغرب الأقصى في العالم الإسلامي مع التطبيع ومع المستوى الرديء المعيشي والثقافي والدقات يرتاحهم لي ما عندهم حتى مستوى والمالك ترتاحهم لي هايما ما يشعر فورناهم بحر فهذا من بين تفسيرات يعني مشي هذا هو تفسير واحد من بين تفسيرات أنه اللي أسس الدول في هذه الأماكن الفارغة اللي كانت حياتها قعد منذ القرون الأولى تعتمد على الآخر لكي تبني لها دولاً وثقافاتك الأمر هذا لم يعد ممكناً الآن حبيت دير دولة حبيت تحكم أنت وحدك تصدك أولاً لطناصيون دولة وطنية بالحدود مننا تفتحوا لا قوة لا ثقافة لا كل شي كما قلوحنا لو كان ما يديروش تطبيع ولو كان ما يخونوش ولو كان ما يقوموش بالكذب وبالدكاء الإصطناعي ومننا فاندي ثار تام من الساحة اندي ثار تام من الساحة لماذا لا؟ لأن هذه هي حقيقة اللي كان لازم تكون من القرن الأول من ما قبل الميلاد ولكن المنطق المنطق الإنساني أنه الإنسان ينزح ويحوص على صلاحه يحوص على دي تيرانفيرتيل يحوص على أراضي يحوص على يكتشف أراضي يوسع الإمبراطورية دياله البربر وسعوا الإمبراطورية تتحم جاتهم المروك مش يخطش المروك هي أرض المعاد ولكن التوسع المنطقي الجغرافي يروح للمروك ويطلع لإسبانيا لكانت التمى تونس هدكية تونس لكانت مالي لكانت سودان سودان فماشي قضية مروك قضية إكستنسيون لوجيك إكستنسيون لوجيك تعل الأراضي إذن هذه هي أربي معكم